السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخذوا يعذبون الضعفاء والفقراء منهم حتى قتلوا ياسر وزوجته سمية اللي هما كانوا أول شهيدين في الإسلام هنا سؤال منهما أول شهيدين في الإسلام ياسر وزوجته سمية رضي الله عنهما فأمر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بعد ما رأى أذى المشركون لهم أمرهم بالهجرة إلى بلاد الحبشة لأن فيها ملكا عادلا وبلاد الحبشة هي بلاد مجاورة لمكة فهاجر المسلمون إلى الحبشة ومعهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستقبلهم ملكها النجاشي وكان النجاشي مسيحيا فتحدث إليه جعفر رضي الله عنه عن دين الإسلام وقرأ له سورة مريم التي تتحدث عن السيد المسيح عيسى عليه السلام وأمه مريم عليها السلام فأدرك النجاشي صدق الدعوة الإسلامية وعظمتها وتعاون معهم ووفر لهم الحماية ومكتوا فيها ثلاثة أشهر ثم رجعوا بعدها إلى مكة الحصار لما رأى المشركون في مكة المكرمة أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يتراجع عن الدعوة إلى الإسلام وأن عدد المسلمين يزداد ويقوى ولم يستطيع القضاء على دين الإسلام بالتعذيب والتهديد اتفق زعماء المشركين أن يقاطع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعمه أبا طالب وأعمامه بني هاشم المسلمين معه لأنهم كانوا يدافعون عنه ويحمونه إذن قرر المشركون أن يقاطعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فكتبوا صحيفة بينهم معلقوها في الكعبة واتفقوا فيها على مقاطعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأعمامه أبي طالب وبني هاشم المسلمين فلا يبيعون لهم طعاما ولا يشترون منهم فحاصروا المسلمين والرسول صلى الله عليه وآله وسلم وزوجته خديجة رضي الله عنها وبني هاشم ومعهم أبو طالب في مكان اسمه شعب أبي طالب إذن المكان اللي حاصر به المشركين المسلمين وأصحابه هو شعب أبي طالب وقطعوا عنهم الطعام ولم يصلهم إلا شيء قليل سرا فكانوا يبقون عدة أيام بلا طعام يتألمون من الجوع فك الحصار أرسل الله سبحانه حشرة الأرض إلى صحيفة المقاطعة التي علقوها في الكعبة فأكلتها فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمه أبا طالب بذلك وقام أبو طالب بإخبار زعماء المشركين بأن الله تعالى أرسل حشرة هذه الحشرة اسمها الأرض على صحيفتكم فأكلتها فذهبوا إليها فوجدوها كما قال لهم أبو طالب فاختلفوا بينهم وصدق بعضهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانتهى الحصار ونصر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عام الحزن بعد أن خرج المسلمون من الحصار الاقتصادي والمقاطعة توفي زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خديجة الكبرى عليها السلام وتوفي أبو طالب أم الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذن هذا الآن الذي خسر في النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اثنان من أحبائه وهما أبو طالب أم الرسول وزوجته خديجة الكبرى وكان ذلك في شهر رمضان قبل الهجرة إلى المدينة المنورة بثلاث سنين فاشتد الأسى والحزن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفقد هذين الحبيبين الذين كانا سندين له وللمسلمين فقد كان أبو طالب يدفع عنه أذى القوم وكانت خديجة عليها السلام تخف عنه معاناته وتنصره بمالها ومواساتها لذلك سمي هذا العام بعام الحزن سمي هذا العام بعام الحزن أعزاء التلاميذ ننتقل إلى المناقشة السؤال الأول ما الذي فعله المشركون حين رأوا ازدياد عدد المسلمين قلنا بعد ما رأى المشركون ازدياد عدد المسلمين أخذوا يعذبون الضعفة والفقراء من المسلمين من هما أول شهيدين في الإسلام الجواب ياسر وزوجته سمية ثلاثة بماذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين حين ضايقهم معذبهم المشركون أمرهم بالهجرة إلى بلاد الحبشة لأن فيها ملكا عادلا أربع ما اسم ملك الحبشة وهل تعاون مع المسلمين الجواب الاسم ملك الحبشة هو النجاشي وتعاون معهم ووفر لهم الحماية خمسة في أي مكان خاصر المشركون المسلمين وماذا حل بالمسلمين المكان اسمه شعب أبي طالب وماذا حل بالمسلمين قطعوا عنهم الطعام وبقوا لعدة أيام بلا طعام ستة في عام واحد وفي اثنان من أحباء رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما وبماذا سمي ذلك العام أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجته خديجة عليه السلام والعام سمي بعام الحزن أحباء التلاميذ كتابة المناقشة في الدفتر مع حلها وحفظ هذه الأسئلة ألتقيكم في دروس أخرى